السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنواصل حديثنا على اتجاه أسعار العملات الرقمية سنتحدث على بعض العملات التي بدأت تظهر بها إيجابية خصوصا العملات الكلاستيكية وبعض المشاريع التي لم تظهر لنا تلك الإيجابية التي أظهرتها في سنة 2018 هناك بعض الأحداث القادمة لعملات الداشكوين من بين أفضل المشاريع الموجودة حاليا سنتحدث على التحديثات وسنتحدث على أمر الماكس سبلاي الخاص بالعملة وما يروش في العملة لأن تقريبا أكثر من نصف هذه الكمية التي تروش حاليا تقريبا 10 ملايين 5 ملايين فهي في المصدر نود الخاصة بالداشكوين عند فريق العملة يتم تأكيد بها عملية التحويلات سنتحدث على هذا المشروع من المشاريع القوية والتي ممكن أن نراها في الأيام القادمة أو الشهر القادم في أسعار ما فوق الألف دولار خاصة أنها سبقت أن وصلت إليها سنة 2018 وصلت لأسعار الألف وستمائة دولار نرى الأول تايم هاي الخاص بعملة داشكوين تقريبا تجاوزت ألف وستمائة وإثنان وأربعين دولار المشروع دهارة ألفين وأربعة عشر كذلك عملة اليو سنتحدث عليها البريحة كنا قد ناقشنا على عملة الضوغ وتحدثنا على عملة البيتورنت التي تظهر إيجابية مع ارتفاع عملة الضوغ لو رأينا البريحة الضوغ تقريبا تجاوز سعرها 0.64 عملة الضوغ وصلت لأسعار 0.69 كان هنا الشورت لماذا يحصل الشورت في العملثة البديلة لأن حتى العملثة البديلة موجودة في الفيوتر والمارجين عندما نرى في خمسة في عشرة في اثنان فهذا يعني أن العملة موجودة في الفيوتر والمارجين يتم ضرب صفقات المتذوئين المستثمرين يتم ضرب الخاصة بالمستثمرين حتى البيتكون البريحة تحدثنا عليه عندما انخفض لأسعار 51 الدولار اليوم يعود لأسعار 57 الدولار وكأن شيئا لم يقع ولكن مع كل هذا ضروري أن نرأي الدومينونس الخاصة بالبيتكون الآن هي في الخمسة وأربعين والستة وأربعين بالمئة يعني دائما نذكركم باقترابنا من الخمسة وتلاتين بالمئة لأن هذه النقطة نقطة حاسمة نقطة فاصلة كل فيديو سأذكر بهذه النسبة لأن بعض الإخوة الجدد الذين يشاهدون القناة ضروري أن نذكرهم بهذه النسبة كلما اقتربنا من الخمسة وتلاتين بالمئة كلما نحاول أن نضمن بعد الصفقات ونحاول الخروج من الصوق بشكل تدريجي وليس بشكل نهائي دائما ترك رصيد علي جو أس دي تي والشغل بحضر ولا تتسرع في صفقاتك وأي عملة دخلت إليها مثلا البارحة عندما رفعت الفيديو بخصوصة عملة الضوك قال لي اشتريتها في ذلك السعر تقريبا 0.05 ولا زلت محتفظ بها أن تضير وصولها إلى المئة الدولار يعني هذا خطأ كبير أن تستشمر في عملة وتعطيك أرباح كبيرة كبيرة جدا وتبقى في الطمع لأن هناك بعض المؤشرات تلعب عليها الحيتان مؤشر الطمع عندما يرون أن مؤشر الطمع يزداد كلما زداد فهو هذا أمر لصالحهم فالتصحيح القوي لا مفر منه بدأنا نرى أخبار إيجابية عديدة الخبر الإيجابي هو أن جي بي مورغان من بين أكبر البنوك العالمية جي بي مورغان بنك أمريكي تحدث على العملات الرغمية بشكل إيجابي تحدث على الأتريوم على أنه تكنولوجيا جديدة الأتريوم شيء غير العالم هناك أشياء جديدة مثل العقودة الدكية يعني تحدث بشكل كبير وبشكل إيجابي على عملة الأتريوم ونعلم أن هذه الأشياء التي تحدث عليها بنك جي بي مورغان هي أشياء موجودة منذ مدة لماذا لم يتحدث عليها البنك إنما كان الأتريوم في أسعار 80 دولار أو 100 دولار أو 200 دولار فعندما نرى الآن خروج بهذه الأخبار الإيجابية للأتريوم أو العملات الرقمية فلن نقول أنها ستكون تصريف بشكل مباشر ولكن من الممكن أن يكون تصريف وتصحح في العملات وتصحح في السوق والتصحح هذا أمر عادي فالبيتكوين إذا أردنا أن نرى في أسعار المليون دولار أو 500 ألف دولار أو 600 ألف دولار يجب أن يأخذ مراحل ويدخل في التصحح وهذا أمر جيد لهذا المجال لكي يبقى دائما لا نريد مثلا صعود قوي وصعود مباشر ثم انخفاض مباشر وانخفاض قوي ففعل الكثير من الأشياء تغيرت منذ سنة 2017 لحدود سنة 2021 العملات الرقمية طورت من نفسها أصبحت أشياء جديدة NFT ديفاي هناك ريوورد هناك ضيعة هناك مزارع هناك ضيعة ديفاي أصبح الكثير من المنتوجات متاحة حاليا لم تكن في سنة 2017 الكثير الكثير من الأشياء تغيرت أسئلة بعض الأسئلة التي أحاول أن أجيب عليها في الفيديو هل ممكن أن تعود عند التصحيح أن تعود العملات للأسعار التي كانت فيها في سنة 2020 فقط منذ سنة في الكورونا هل ممكن أن تعود إليها؟ لا يمكن أن أحدد لك السعر الذي يمكن أن تنخفض إليها العملات ولكن سيكون تصحيح ومن الصعب أن تعود لتلك الأسعار من الصعب صعب جدا أن تعود لتلك الأسعار التي بدأت بها لأن لاحظت في العملات الرقمية كل سنة أو كل ثلاث سنوات تقوم بإنشاء قيعان جديدة كذلك البيتكوين ينشئ لنا قمم وقيعان جديدة كذلك العملات لأن العملات ومجال العملات الرقمية إذا رأينا كنظرة عامة للسوق فهو لديه اتجاه صاعد مجال العملات الرقمية اتجاه صاعد قيع أكثر من قيع مثلا في سنة 2017 القمة التي وصلت إليها العملات الرقمية أقل من هذه السنة لأن سنة 2021 قمة 2021 أكبر بشكل كبير من سنة 2017 ارتفاع العملة الرقمية في سنة 2021 أكثر بكثير من سنة 2017 فالحيتان دائما تتماشى عكس المستشميرين فعندما أنت تقول مثلا لن تتكرر فأغلبية الناس عند ارتفاع السوق سنة 2017 ووصول العملات الرقمية لأسعار كبيرة بعدها بسنة سنة 2018 2019 إلى حد سنة 2020 كانت سوق كاديتي كانت العملات تأخذ مصار تنازلي والعملات كلها في مصار تنازلي البيتكون سواء يرتفع سواء ينخفض تنخفض العملات البديلة ثم دخلت في مرحلة تجميع كنا نناقش ونتحدث على تكرار سنة 2017 كان بعض الأشخاص السلبيين الذين كانوا يقولوا من الصعب أن تعود العملات للأسعار التي وصلت إليها هذا المجال ذهب هذه العملات لا شيء أن تتضحك على المتتبعين مر الوقت نحن في سنة 2021 العملات حققت أكثر من الأسعار التي وصلت إليها سنة 2017 ما هو المراد من هذا الكلام هو أن الحيتان تخليك أنك تفكر السوق لن يعود باتاتا كما كان تقوم بإنخالك في شكوكات وتقول أن السوق لن يعود ومن المستحيل أن مثلا ألف دولار أن تصبح معي 200 ألف دولار أو 300 ألف دولار سواء في الصعود سواء في النزول عندما يكون السوق نازل تقول من الصعب أن ترتفع العملات وعندما يكون السوق صاعد وفي تواصل وهناك استمرارية في الصعود تقول من الصعب أن تنخفض العملات لماذا؟ لأن الحيتان ضروري أن تعطيك طمأنينة سواء في البقاء في السوق أو الخروج من السوق في بحتي بخصوص هذه الأمور بحثت في أمور الحيتان من هم الحيتان وجدت تقارير على أن رئيس والمالك لنادي تشيلسي الإنجليزي هو من الحيتان المعروفين في مجال العملات الرقمية ولو لاحظتم فريق تشيلسي في هذه السنة قد يجلب لاعبين كتر الفريق الوحيد في هذه السنة الذي خسر الكثير من الأموال على الفريق ففي أكثر من منبر قرأت على أن إبرايموفيتش هو رئيس نادي تشيلسي من بين الحيتان المعروفة في السوق العملات الرقمية خصوص أن هذه السنة رأيت فريق تشيلسي وصل لنصف نهاية دور أبطال أوروبا وجلب لاعبين كتر هذه السنة تصادفا مع ارتفاع السوق فهذا أعطاني عندما قرأت ذلك التقرير على أن إبرايموفيتش هو من حيتان العملات الرقمية وحوت قديم وتأكد من خلال انتدابات الفريق هذه السنة هذا فقط حوت من بين حيتان الصغار وهناك حيتان مجهولة غير معروفة أريد أن أبحث أرى حتى بعد الشخصيات المعروفة مثل فيطاليك حتى فيطاليك مؤسس عملة الأتريون من الحيتان قرأت تقرير على فيطاليك محفظة واحدة فقط يمتلكها فيطاليك الذي الكثير من المحافظة قرأت تقرير على محفظة واحدة يمتلك فيها أكثر من 6 مليون أتريون ما يعادل تقريبا أكثر من 20 مليار دولار يعني 6 مليون أتريون يمتلكها فيطاليك في محفظة واحدة فقط ما ذلك بباقي المحافظ وما ذلك بباقي الحصص التي يمتلكها من العملات الرقمية حتى سيزي مؤسس الباينس من الحيتان ولكن تختلف الحيتان هناك الحيتان الكبيرة المجهولة التي لا يعرفها الكثير ولكن يكون اتفاق بين كل هذه الحيتان المهم فقط نريد أن نشير لبعض الأمور المهمة التي أبحث فيها دائما أحب البحث في كل الأمور وأحب أن أتشارك معكم كل كبيرة وصغيرة لكي تصلك المعلومة بالشكل الصحيح بخصوص عملة الداشكوين من العملات القوية والجيدة والتي كانت قد وصل سنة 2018 لأكثر من 1600 دولار بخلاصة تبقت تقريبا لكي نرى اتجاه السوق 10% يعني 35% حاسمة يعني من 45 إلى حدود 35% كل العملات التي لم ترتفع ستأخذ نصيبها من الارتفاع ولكن لا تتنظر مثلا حتى 35% حاول أن تخرج بشكل تدريجي لا تخرج بشكل نهائي مثلا بعض الصفقات التي أعطتك مثلا 300 400 500% اخرج منها وادخل لعملات لم ترتفع وحاول أن توازي محفظتك بين الدولار وعملات رقمية فكلما اقتربنا من 35% كلما اقتربنا من مرحلة حاسمة في سوق العملات الرقمية وسنرى ما ستقول إليه هذه النسبة تبقى كل شخص ووجهة نظره ووجهة نظري سيكون تصحيح قوي في هذه النسبة عند وصول 35% سيكون تصحيح قوي في العملات الرقمية تبقى هذه وجهة نظري نعود لسول بموضوع بخصوص عملات الداش صراحة من العملات التي لديها البروف أوف وورك والبروف أوف ستيك يعني تعدن وتدخل ستيكين ومن بين أفضل العملات في الأمان والتحويلات المالية لديهم الكثير من الشراكات مع مؤسسات معروفة داش كوين مشروع جيد جيد جدا خصوصا ما يروش في العملة حاليا يظهر لك 10 مليون عندما تواصلت مع الفريق بخصوص دائما أحب أن أرى كم يروش وكم سيخرج قالوا لي أن 5 مليون فهي موجودة في الماستر نود 5 مليون عند المؤكدين في شبكة الداش عند فريق العملة وماكس سبلاي هو 18 مليون والعملة ثعدا صراحة مشروع قوي مشروع الداش من بين أفضل المشاريع لديهم فريق قوي سعرها 400 دولار وصلت سنة 2018 لأكثر من 1600 دولار من المترقب لها أن نراها بأسعار الألث دولار عملة 13 كذلك عملة اليوس من المشاريع القوية والجيدة والتي كانت قد تجاوزت أسعار 20 دولار سنة 2018 وحاليا بدأت تظهر لنا إيجابية هناك بعض العملات التي تركوها حتى ممكن أن نقول المراحل الأخيرة كمثال عملة اليوس التي تتحرك ببضء كذلك عملة البيتكون كاش البيتكون كاش أصبحنا نرى إيجابية العملة وصلت لأكثر من 4000 دولار سنة 2018 نرى الالتايم هاي الخاص بعملة البيتكون كاش أكثر من 4300 دولار أقل سعر انخفضت إلى 75 دولار وعلى منصة الكون بيس برو وصل سعر البيتكون كاش الواحد بيتكون كاش أكثر من 10 ألف دولار البيتكون كاش من العملات القوية والتي تظهر لنا إيجابية حتى المراحل الأخيرة حاليا سعر 1290 دولار عندما بدأنا نرى العملة التي لم ترجع فيها بدأت تتحرك إذن اقتربنا من 35% كذلك بخصوص الزكاش هي الأخرى بدأت تظهر فيها إيجابية خصوصا أن العملة كانت ظهرت بأسعار أكثر من 5000 دولار ومن المترقب لها هي الأخرى ممكن أن نراها في أسعار الألف دولار عملة الزكاش خصوصا أن جودة البلوكتين الخاص بهم فهي جيدة جدا العملة بروف أوف وورك تعدن العملة لديها منصة لا مركزية ومنصة مركزية مشروع جيد عملة الزكاش تظهر لنا إيجابية في الموجات دائما كذلك عملة XLM من العملات التي مشروعها قوي صراحة العملات التي يجب أن يكون سعرها ما فوق الاثنان ثلاثة دولار أو خمسة دولار عملة ستيلر صراحة مشروع قوي عملة ستيلر هي فورك لعملة الريبل لديهم الكثير 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 من الشركات أكبرهم شركة مع ABN شركة أمريكية معروفة شركة مع سامسونج مايكروسوفت بونوك في اليابان بونوك في سنغافورة شركة مع أكبر بنك ألماني موجود عملة ستيبل كوين اليورو عملة اليورو على البلوكتين الخاصة لستيلر تحويلات سريعة لديهم العقود الدكية لديهم منصة يمكنك تداول فيها أسهم المعادن يعني صراحة مشروع مشروع قوي أقل شيء لهذا المشروع 2 أو 3 دولار مشروع ستيلر لأنه فعلا مشروع قوي مؤسسة قوية الكثير من الشركات الكثير من المؤسسات تقوم بعمل شركات مع هذا المشروع بخصوص من أين تأتي بأخبار العملة الرقمية مثلا نريد أن نعرف في يوم التحديثات مثلا الشهر القادم هل هناك بعض العملات؟ لأننا نرى كلما كان خبر إيجابي للعملة كلما هذا ساهم في رفع سير العملة موقع من المواقع التي يمكنك أن تعتمد عليها لكي تأخذ منها أوقات التحديثات ويعطونك حتى المصدر من أين أتوا بالخبر مثلا إذا كنت تشغل على أي منصة تذهب ثم تختار مثلا البايننس ثم تختار إذا أردت اسم العملة تكتبه هنا تضغط سيرج عندما تضغط سيرج هنا ظهرت لنا بعض التحديثات مثلا يونسواب لديهم أبغريد للبلوكتين الخاصة بهم يعني ترقية للبلوكتين الخاصة بهم كمثال عملة الفيرج لديهم يوتيوب لايف آما ماذا يعني هذا يعني تعريف عن المشروع عندما ترى آما يعني يكون فريق يقوم بعمل لايف أو يقوم بعمل فيديوهات ويقومون بتعريف للمنتوجات التي ممكن سيطرحونها هذه هي الآما هناك الكثير الكثير من الأخبار مثلا بارتنرشيب هنا والأبديت لعملة الهارموني ويظهر لك حتى التاريخ وكم بالمئة يعني أشخاص الذين قالوا أنهم هذا الخبر صحيح يمكنك أنت أيضا أن تعطي رأيك مثلا إذا بحثت في منبر آخر ووجدت أن الخبر صحيح تضغط هنا ببروف إذا أردت أن ترى المصدر إذا كان الخبر صحيح تضغط ريلي هنا إذا كان الخبر غير صحيح تضغط فيك هناك الكثير من العملات احنا اخترنا مثلا نذهب إلى الصفحة ثالثة ونرى باقي العملات يعني هذه كلها عملات لديها بعض الأخبار لديها بعض التحديثات لديها التستنات كل عملة ولديها شيء كل عملة ولديها شيء هذه من المواقع التي يمكنك أن تعرف فيها بعض الأخبار هناك الكثير الكثير من المنابر التي يمكنك أن تبحث فيها كمثال ميديوم غنيب المعلومات الكوين تيليغراف الكوين ديسك الكثير 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 يمكنك أن تتابع شخصيات معروف في هذا المجال المطورين الأتريوم مثلا تتابعهم على التويتر فيطاليك وبقية فريق فيطاليك تتابع فريق المنصات تتابع كل المطورين الخاصين في العملات ترى كل الأخبار الخاصة ضرور أن يكون لديك حساب على التويتر كل الروابط التي ستحتاجها للتواصل معنا موجودة فقط في الديسكريبشن أسفل الفيديو لا نتواصل مع أي شخص على الواتساب دائما هناك محتالين نصابين يقومون بإنشاء قنوات نفس اسم القناة ومثلا عندما أنت تطرح سؤالك مثلا تمر ساعة أدخل أرى هناك نصابين يجيبون بإسم القناة وهناك من يتواصل معهم يظن أني أنا لا أتواصل مع أي شخص ولا أعطي رقمي لأي شخص واتساب أو أي صفحة في التعليقات ف مثل هذه النصابين أغلبيتهم لا يكونون عرب يشغلون بالترجمة فمثلا أنت عندما في أي قناة أو أي منبك كما كان النوعه مثلا عندما مثلا تسألني أنا على القناة تقول لي ما رأيك في عملة ترون وأنا أجيب مثلا تواصل معي عبر الواتساب هذا رقمي ما فائدة ذلك السؤال مع ذلك الجواب ولماذا أنا سأعطيك الواتساب الخاص به وأقول لك تواصل معي هناك طريقة سحرية للاستثمار فضرورية حاول أن تفكر أنت منطقية أقولها وأكررها لا نتواصل مع أي شخص في الواتساب وكل الروابط التي ستحتاجها للتواصل معنا ستجدها في الديسكريبشن بخصوص التعليقات التي تضعونها على القناة لا نجيب في ذلك الوقت مثلا نترك حتى يجتمع مثلا خمسين أو مئة تعليق ثم أدخل وأجيب كل التعليقات وأعتدر على التأخير في الإجابة على التعليقات فقط نريد أن نعطيكم ونفسركم كل الأمور الحاصلة في القناة بخصوص عملة أخرى كنت سأنساها عملة الكاتيم عملة الكاتيم من العملة الجيدة والقوية والتي أخذت مصار تصاعدي وتتجه لنا إلى كانت قد وصلت سنة 2018 لأسعار تقريبا نقول مئة دولار يعني تسعة وتسعين فاصلة سبعة وتمانين دولار أقل سعر انخفضت إليه يعني سنة الكورونا عندما أعلنت للولايات المتحدة الأمريكية حالثت طوارئ كل العملات الرقمية بدون استناء انخفضت بشكل خيالي لذلك لماذا دائما أقول لك اشتغل بحضر تخيل معي الآن مولايات المتحدة الأمريكية تعلن على حالث الطوارئ وتقول لك سنعلن الحجر الصحي فممكن أن يكون نفس السيناريو فالحيتان التي خفضت السوق في الكورونا هي التي سعادت ورفعت السوق حاليا ورفعت لنا العملات الرقمية أن الحيتان لا تتحكم مثلا في البيتكوين فقط بل تتحكم في السوق بأكمله تتحكم في البيتكوين وكل العملات البديلة بدون استناء المهم لذلك خذ الحيطة والحضر ودائما هناك فرص في السوق دائما دائما وإن شاء الله ستكون فرص قادمة في السوق فحاليا بدأنا نقترب من 35% لازالت هناك فرصة في السوق ضروري ستنتعش العملات التي لم ترتفع إذا كنت مستثمر في عملة ولازالت منخفضة ولم ترتفع اصبر عليها لازلنا في ال 45% واقتربنا من 35% نحن دائما معكم في القناة دائما سنرفع لكم فيديوهات ونقول لكم حالة السوق وأين تتجه العملات الرقمية فقط نحاول أن نعطي الأشياء التي تتكرر فال 35% أسطورية ضروري سيكون فيها اختبار قوي 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 جدا كل العملة لم ترتفع ستأخذ نصيبها لنريد الإيطال عليكم في هذه الحلقة فقط أردنا أن نتقسم معكم بعض المعلومات وبعض الأخبار تنتم في العيش لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته